و تعود في علمك على إنها للمغرب تقه عنده mereد التدخل أراه المغرب اللي أقلع يتعرض لك فيFR هذا من غ socially راية تسبانيا. هذا من جهانب. راية تسبانيا وده راية المغرب. فبتني. لعت انت ملك صحراوي والله ما تعرفوا الواقع. احنا رأنا صحراويين ونعرفوا هذا كامل وعندنودة. فبتني. دي لقلع اقلع راية تسبانيا. ما اقلع راية الجزائر ولا راية موريتان ولا راية البوليزاريو. اقلع راية تسبانيا. اه الدولة اه مستعمرة من طرف الدولة اخرى. مية خارقة. مصفي هذا المصوص please. الانقدي初يك. موسيقى بتصفحنا للتاريخ القريب لا ينسى العالم أبدا وكذلك الجزائر صانعة المؤامرة هي أيضا لا تنسى الهزائم التي تلقتها من قبل المغرب حقدتها وخصيمها الأبدي المغرب الذي كان بإمكانه الزحف بجيشه إلى العاصمة الجزائرية فالمغرب رغم دعمه للجزائر عندما كانت مستعمرة لفرانسا ورفضه للعروض المغرية الفرنسية قُبلت تضحيته بإجحاف الجزائر وممارستها لسياسة توسعية في نية فتح بوابة على المحيط الأطلسي مستغلة خروج إسبانيا من الصحراء المغربية ظنا منها أن خلق كيان وهمي سيكون كافيا لتقسيم وأخذ جزء من التراب المغربي فكان تبني شرذمة من الطلبة المغاربة الذين باعوا ضميرهم في سوق خيانة الوطن كافيا لخلق كيان وهمي انبثق من العدم وركب حدث خروج إسبانيا من الصحراء المغربية شرذمة نصب على رأسهم العميل الأول الرقيبي الوالي بن المصطفى المسمى بالوالي مصطفى السيد الذي ولد وترعرع بمدينة طانطان وسط المملكة المغربية ودرس بالعاصمة الرباط ليخلفه محمد عبد العزيز بن مدينة مراكش نزولا إلى محمد بن بطوش الملقب بإبراهيم غالي القائد الحالي للكيان الوهمي فسمتها الجزائر بالجبهة الشعبية جبهة برزت بكل وقاحة لتقدم نفسها للعالم أنها صاحبة أرض وحق وراء عبارة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الذي هو أصلا جزء من تراب المغرب الذي بايع أهله صلاطين منذ قرون خلت اسم تم اختياره بعناية سيوظف كسلاح طيلة مدة المسرحية ولعل حدث المسيرة الخضراء الملحمة التي سجلت الحدث أقرت للعالم الروابط التاريخية والولاية الحقة التي تشهد بولاء القبائل الصحراوية لسلاطين المملكة المغربية فعند خروج إسبانيا شهدت كل من الجزائر وموريتانيا خصوصا بعد الخطاب المدوي للمغفور له الحسن الثاني عرفت الجارتين قدر وطنية المغاربة وردت فعلهم إنهم وجدوا غير الإسبان في مسيرتهم نحو صحرائهم ومن واجبنا كذلك شعبي العزيز إن وجدنا غير الإسبان أن نقوم بما يفرده على الواجب من الدفاع عن المغرب ومن الدفاع عن حوزة المغرب ومن الدفاع عن سلامة المغرب لتبرز ملامح الشر التي ازدادت وضوحا بالدعم المادي والمعنوي والوعود الخيالية من الحكومة الجزائرية المشكلة من حزب FLN العسكري المسمى بجبهة التحرير الوطني صانع مرتزقة البوليساريو الذي ثابر واجتهد لخلق وتشكيل كيان وهمي يروج عبره لخططه التوسعية محمد إبراهيم بو خروب الملقب بالهواري بومديان صاحب الفكرة العسكري الحالم بالإطلال على المحيط الأطلسي خدم أجندة الحزب وأصبحت البوليساريو إرثا يتوارثه الجنرالات منذ سبعينيات القرن الماضي فحزب FLN لا زال يمول المرتزقة بأسلحة من عائدات الغاز والنفط رغم تعاقب رؤساء الجزائر الذين هم كالدمة تحركها الجنرالات الحاكمة تاركا وراءه شعبا جزائريا هو أحق بثروات بلاده فرغم كل هذه الغوغاء والمثابرة على الخبث والمكر نجد أن الجزائر ومع مرور الزمن تحتضن مولودها الغير الشرعي على أرضها كملاذ ومأوى شرذمة من الرعاع أضحت مشكلة دون حل لكن الجزائر ترعاها لخلق الفتنة نظرا للموقعها الجغرافي مع المغرب فالمملكة المغربية بقيادة وحكمة ملوكها على مر السنين كشفت للعالم وللأمم المتحدة عدم شرعية الحركة المدسوسة منذ تأسيسها كونها مرتعا لانتهاك حقوق الإنسان باعتبار مخيمات تندوف مجمعات لأوكار الدعارة نظرا للفقر المدقع وتحولها إلى سجون للتعذيب والاحتجاز لكل من سولت له نفسه الهروب من القهر والعذاب بل وأصبحت بمثابة ورقة يشهرها رؤساء المرتزقة لتحقيق أطماع صانعيها بقصر المرادية التاريخ، الزمن والأحداث كانت ولا تزال كفيلة بكشف المساعد دبلوماسية الخبيثة للجزائر بينما يمضي المغرب قدما نحو تعزيز سيادته بحجج قانونية ودولية تدعم حقه التاريخي لصحرائه فولادة البوليساريو من العدم والتعاطف معها بدأ يعرف جازرا واضحا حيث أصبحت الجزائر أكثر انكشافا بشطحاتها وخرجاتها المساندة للمرتزقة تارة ومن خلال تجاهل الرأي العام والاعتراف العديد من الدول بعدم شرعية وجود جبهة البوليساريو تارة أخرى ليتضح أنها أجندة كلاسيكية لا زالت مربوطة في ذيل حروب العصابات عاشت ولا زالت تحت مظلة حزب الـ FLN الذي يسيطر ويطبق بيد من حديد على مصير الشعب الجزائري البلد الفقير بلد الغاز والبترول فهذا موضوع آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوف يون الشيخ طرال تخلف ذاك الرابط وليت شوف هذا الأعلام واحد يقضض وواحد يطلع بالفيديو لا أكلامي أنا ولا أكلامك أنت يا الراجل أراني قلت لك علانناك وطحت آثة على ذي هالصحرة قاع أنت تحت عليهم أطممنا من كل حد وبالتالي هادي تم لا يتكلم عن تاريخ مدى يعود يعرفوا يعود يعرفوا السحرة قالت السحراويين قالوا عن إسبانيا هم نطاو السحرة للمغرب ومتا تقول لهم وبدئ فهمتني وقد هاك وقد هاك حسنا تتكلم لأت حسناك تتكلم عنه من التاريخ ومفيته بما فيه قاع تاريخ أولاد عمك أنت الشيخ بالعينين اللي قلت عنه وما عنده فهمتني الشيخ بالعينين كانت تتقض السلعة في الطرفاية وتنتقلت على الجمال اللي قايسته في الصمارة أنا خالق ياس أن التاريخ أنا قلبت هي الراجل تشوف اختلفهم على بقاربة يقير ما هو عننا نحن بعد قضيتنا نحن الصحراويين نعود اللي اللي ينطعنوا والله تخالهم على بقاربة يقبضها ندبوس إجابة كافلنا فوجابة بالقنوة إجابة على قضيتنا يا أبويا إجابة تشخال أنتوني بقاربة بصحتكم ويجعلها وبينكم إن شاء الله يقير بعد قضيتنا نحن قاعد فيهم من منين وموالي منين تقعد لها بشهادة ولا شيء نكرد بشهادة ولا شيء واقعي نحن ما تقدر تقعد تكذبنا نحن أهل الأرض وإهلي مكة أذرة بشها بها نحن أهل الأرض ما تقدر تكذبني الشيء خطورة نحن أرى أنا جزيت أهنين وتسعين أهنين وتسعين أهن واحد وتسعين وده اللي توسط لك قريبك ودخلك ودخلت وعندك الإقامة أنا قصتك كاملة عرف وعندك الإقامة وإقامتك وافية ضريك فهبتني أنا ما أنا بدني نقول لك الشيء خطورة ما أنا ما أنا مزايد عليك فيه غير نقول لك أنك لا تختلف التورب خالبة إيه إلي عدتك تختلفت التورب خالبة إلا من 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 يامس إيه علم اللي توبوتيق علم اللي توشي ما أنا عرف شنو والله علم اللي توشي روايا إحنا عندنا قضية هذه القضية أكبر عندنا من ندخلوها في قضية مجالة أسواقها بينها وباتيك إيه كيف مهم لأنها ما هي ودع أه ونطلب زين عندي زين عندي أنا زين عندي إيه يمكننا بقاربة بينها كتولة بقاربة ذو كومو يغير بعد قضية الصحراء وذلك قلت له تجميع عنه شي قلت عنه في الزواج شي قلت عنه في توبوكت إيه قال نيه كطر الخير لو قلت لك الرأسك لذي إحنا معين فيه إحنا الصحراويين ما ندوره مبتني وله أولئة اللي قلت مالية تمشي تقسي بل المخيم الرابوني إيه مشي قسي بل المخيم الرابوني إيه الرشيد خوة من الموريتانيين وقطعن على أنه قطعن عنك ليه تقسي مباشر كان عنك ليه تقسي بيك اللي لا كذبتم لا تكذبهم إيه أتحياتي له ترجمة نانسي قنقر